تحت شعار الابتكار في الذكاء الاصطناعي رافعة أساسية للتنمية المجالية افتتحت بالرشيدية فعاليات أيام الابتكار والمقاولة الرقمية بمشاركة ثلة من الخبراء ورجال الأعمال والأكاديميين والطلبة هذه التظاهرة التي تنظمها كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية ترم مناقشة تحديات وأفاق ريادة الأعمال الرقمية في المغرب والابتكار باغتباره رافعة أساسية في الانتقال إلى اقتصاد قوي وتنفسي عندنا في هذا الملتقى أننا شاق الابتكار في مجال الروبوتيك وشاق آخر لكرياسيون دي زوند خبرز لكرياسيون دي زوند خبرز لكرياسيون دي بروجي معنا الطلبة دي الفستي داروا محاولات في ابتكار دي موديل دي روبو اللي هما كيخدموا الجيعة من ناحية دي السقي ومن ناحية دي الاغريكولتور اليوم عدنا الستان دينا السحناية اللي كان بريزاني وفاعل السعفيس ديونا والحمد لله دي بادي رزوانا باش تجيب ناس ديال الراشدية دراري ديجون كل واحدة بريزانتي شنو عندو كان انبتكار كينجاد مزيان بحالة الفرصات باش نقدر نبينو الكمبيتنس دينا نبينو شنو عندنا الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الاعمال الرقمية يعززان تحسين الوقت والموارد ويسرعان من نمو الانتاجية فبالاضافة الى دورها كرافعة في التنفسية والتنمية توفر هذه الوسائل فرص الاستثمار وتساهم في تحقيق مشروع الجهوية المتقدمة ترجمة نانسي قنقر